لو اديتك شيك على بياض شيك مفتوح وطلبت منك انك انت تشتري تلات لعيبة ينضموا لفريق ليستر سيتي مين الاسماء اللي هتختارها؟ أسناً أنت أنت الآن تتريني أمر صعب أعتقد أن محمد سلاحسي يكون على رأس القائمة وأيضاً العديد من اللاعبين اللاعبين من الأرسل خط وسط الأرسل فريق رائع؟ أنني من الأرسل بالطبع على ذكر أنهم لعبين مصريين ورائعين بالفعل بمناسبة أنت مسؤول الإعراض تفتكر أن تجربة محمد صلاح وتريزي جي ومحمد النني ومن قبلهم لعيبة مصريين كثير في الدوري زي محمد شوقي وزي حسام غالي وغيرهم من اللاعبين ما ألهمتش المسؤولين عن الصفقات في الأندية الإنجليزية أنهم يبصوا بشكل مختلف لللعب المصري حسناً حينما تقام البطولة إفريقيا في الشهر القادم سنرى تأثير اللاعبين الأفارقة واللعبين المصريين بالتحديد في الدوري الإنجليزي نحن بالفعل نراقب البطولة إفريقيا عن كاثب وأظن أن العديد من اللاعبين الأفارقة بعد شهر يناير سينضموا للدوري الإنجليزي في العوام القادمة لدينا فريق عمل كبير بالنسبة للنادينا يبحث ويرى أمور هؤلاء اللاعبين وأمورهم المالية وعقودهم لأن أظن أن هؤلاء اللاعبين سيكونون قريباً في الدوري الإنجليزي برضو أستألك سؤال وأعتقد أنه برضو في صلبة خصوصك إزاي بتقيم مشاركة لعب أو إزاي تقيم مستوى لعب من خلال مشاركته في بطولة مجمعة مثلاً زي بطولة الأمم الأفريقية حسناً هذه بطولة دولية وبطولة قوية اللاعبون الآن يؤدون أفضل ما لديهم بدنياً وفنياً على الملعب الأمر ليس صعباً الآن لتقيم لاعب في بطولة كبيرة كهذا ليس الأمر عن طريق الفيديو وإنما عن طريق التحليل وتحليل المهارات نستطيع أن نتفهم موقف مستوى اللاعبين الآن عن قرب حينما نشاهد اللاعب من الملعب نستطيع أن نقترب من اللاعب أكثر ونرى مدى التزام اللاعب بمهم مركزي وخارج الملعب كذلك أعتقد أن الأمر أصبح سهلاً أسهل الآن نظراً لما حدث في السنتين الماضيتين بسبب فيروس كورونا ولكن أعتقد أن أفريقيا الآن لديها مواهب رائعة نستطيع مراقبتها وأخيراً وإحنا داخلين على الميركات والشتوي ممكن نتكلم على احتياجات ليستل سيتي أهم السفقات التي تفكروا فيها كإدارة نادي في تدعيم صفوف الفريق أعتقد أن النادي أحتاج فقط لعبين في أكثر من مركز ولكن هذا رأيي كمشجع كرة قدم وليس رأيي كموظف النادي ولكن هذا الأمر مجرد أنني متحمس للنادي كمشجع أتمنى أن أرى لاعبين لديهم الحمية ولديهم قدرة أكبر وأعتقد أن اللاعبين المصريين لديهم فرصة كبيرة للالتحاق بنادينا أعتقد أن خصوصاً ناديكم قد أمدت دوري الإنجليزي بلاعبين رائعين من قبل أنا أدعوك لمتابعة بطولة أمم أفريقيا ومن بعدها كمان أدعوك لمتابعة بطولة كاس العالم الأندية أعتقد أنه كثير من اللاعبين المصريين هيثبتوا جدرتهم الحقيقة باللعبة في الدوري الإنجليزي لليستر والغير وبشكرك شكراً جزيلاً جاي برانستن طبعاً المدير أو المسؤول عن ملف الإعراض في نادي ليستر سيتي اشتركوا في القناة